اشتركوا في القناة مجال النهج الحكيم لا يحده حدود ولا أطر ولا أبعاد نظرة ملكية تؤمن دوما بأهمية الأمن والأمان والطريق نحو التعايش السلمي تحت قيادة ملك الإنسانية والسلام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لتحتضن مملكة البحرين الجميع على أرضها الطيبة وتحقق ثقافة التقارب والتعايش المشترك والحوار بين الأديان هذه الثقافة التي انعكست على أرض الواقع بفضل الوعي الشعبي وسيادة المبادئ الإنسانية التي زرعت في نفوس أبناء المملكة لتكون البحرين اليوم النموذجا عالميا للتعايش السلمي والتآلف هذه الرؤية الحكيمة جعلت من مملكة البحرين منارة مضيئة تسمو بحرية الأديان وتطرز صفحات التعايش السلمي الباقية بقاء الدهر فملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه كفل الحرية الدينية بمختلف أشكالها على أرض مملكة البحرين التي عرفت عبر تاريخها العريق بالوئام والتآلف والمحبة واحتضان الجميع دون أي قيود في إطار التعايش البناء الذي يجمع مختلف الحضارات والثقافات المتنوعة وأسس جلالته العديد من المبادرات الإقليمية والدولية التي فتحت آفاقا أوسعا للعمل الإنساني الذي يعد جوهر التعايش السلمي والتسامح على مستوى العالم هذا الفكر النير لجلالة الملك المعظم أنارى وفتح آفاقا من التقارب والتعايش الديني وجعل من مملكة البحرين واحة من الأمن والأمان والسلام لكل من يعيش على أرضها الطيبة